ما حكم أكل الناذر من ذبيحة النذر نعم إذا نذر الإنسان أن يذبح ذبيحة فإن كان عنده نية بأن يأكل منها أو بأن لا يأكل منها فإنه يعمل بما في نيته وإذا لم يكن له نية نظرنا إلى أعراف الناس فإذا كان في العرف أن الناذر لا يأكل من نذره فإنه لا يجوز له أن يأكل فإن لم يكن هناك نية ولا قرينة ولا عرف فالأعصل أن النذر إنما يراد به الصدقة وبالتالي فإنه لا يأكل من نذره شيئا